ازاي تمول مشروعك؟ ازاي تمول شركتك؟ انت اكيد هتحتاج شروحات فن 101 مادة المالية انا معاك ما تقلقش وما تشيلش هم دكتور حسين نعمل ميوت هنبص هنا مع بعض على الكمن ستاك expect to earn a return by receiving دايما انا بقدر اجيب return عن طريق الارباح بتاعتي gross profit هو عبارة عن ايه sales revenue minus cost of goods sold وده قانون مهم جدا ماشي نخش على اللي بعده ايه هو ال corporate bonds ال corporate bonds لازم ال par value خلاص او الفيز value بألف يبقى اي corporate bond او سندات لشركات لازم يكون بألف ماشي اللي بعده ال internal rate of return او ال IRR ده رول مهم جدا ده بيكون discount rate لما يكون ال net present value equal zero ده قانون مهم جدا 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 اوكي تمام نخش بعد يبقى ال NPV لما يكون بزيرو يبقى ده يا جماعة الايه ال IRR لما يكون ال NPV equal zero ده قانون مهم جدا ويجي في الفاينل سؤال اللي بعده لو ال present value بعشرين الف وال perpetuity هي 5% بعملها ازاي جماعة بأسم العشرين الف على ال perpetuity اللي هي 0.05 لان ال 5% دي معناه يا جماعة 0.05 يديني كم؟ يديني ربعمائة الف ريال سعودي او دولار امريكي يبقى اسم present value على perpetuity اوكي يا جماعة يبرو عمية الف نخش على السؤال اللي بعد which of the following items which of the following items اوكي بيعمل لي ايه is not included in capital budgeting اللي هو اللي انا ما بحطوش في الميزانية المالية للمشروع رأس المال ميزانية للمشروع هو non cash expenses اللي هي المصاريف الغير نقدية يعني مثلا ايه مش عارف اقولها لكم ازاي يبدحك شوية يعني يعني جاء مثلا موظف عشان يديني مثلا رخصة المصنع فبرح مديني له مثلا ايه ازازة عطر هداية فدي non expenses non expenses ايه non expenses cash او non cash expenses اوكي نخش على سؤال سبعة the optimal capital structure is the max of debt and equity يعني ايه انا عشان اوصل الى يعني رأس مال هيكل رأس مال يبير جدا بيتكون من مستهمات رأس مال وديون احاول اقلل الواك minimize الواك weighted cost weighted average ايه capital cost او cost of capital الواك لازم الواك تبقى minimum سؤال ده مهم جدا 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 نخش بعد كده على the recommended model to estimate the cost of common equity دايما بستخدم عشان اجيب common equity او مساهمات رأس المال وتكلفة مساهمات رأس المال يا جماعة لازم اجيب الكاب ام وده رول موجود عندنا اوك مساهمات رأس المال لحظة بس انا اطلع القانون خليكم معايا يبقى هنا اسمه الكاب ام يبقى common equity كاب ام common equity يبقى كاب ام خش على القانون اللي بعده هنا يا جماعة what the value of stock will believe to sell in three years eighty one dollar and will pay three dollar dividend تمام every year for the three year period assuming required return required return يبقى انا متوقع ابح ب81 دولار امريكي بعد ثلاث سنين وعندي dividend ثلاثة وrequired return ten percent يبقى هنا اعملها بس يبقى ثلاثة اعملها لكم على الكالكيليتور one point ten plus ثلاثة لحظة على one point ten power two plus ثلاثة على one point ten power three ده يديني seventy كذا ده نفس الرول اللي حالينه من شوية يبقى هاتب باع بتلاتين دولار امريكي يبقى سبعة point واحد واربعين هنشوف واحد وثمانين هنا الريكوارد ريترن هاقسم على point ثانية لحظة power وستين زائد السبعة سبعة وستين تمام يبقى انا هروح اعمل الطريقة دي واحد وثمانين دولار امريكي واقسمها على one point ten power ثلاث اديني تقريبا ستين point اي حاجة دولار او ستين مثلا point zero zero واجيب الارباح الاولانية one point ten power one زائد الارباح التانية divide one point ten power two زائد الارباح التالتة divide one point ten power ثلاث هتديني تقريبا في حدود سبعة بوين ستة دولار او حاجة كده يعني ماشي هشوف الاجمالي اللي هو ستين دولار تقريبا زائد ستة point سبعة يعني تقريبا سبعة point ستة يعني في حدود سبعة وستين point ستة يعني تقريبا تمانية وستين دولار بتبقى اقرب اجابة يعني اجابة مش تطلع بالزبط لانا انا عامل approximation وتبسيط فانا باخد البيع اللي انا هبيعه على return power 3 يديني تقريبا ستين دولار ستين point حاجة ثم اول ارباح على 1.10 عشان الري تان تاني ارباح على 1.10 power 2 ثم ثالث ارباح 3 على 1.10 power 3 يديني سبعة وشوية هجمع السبعة 67 يعني اللي جابة تقريبا 68 سؤال ده مهم جدا 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 نخش على اللي بعده بنقول project are classified as good mandatory or optional project يعني ايه هي المشاريع الاجبارية او الاختيارية دي بنسميها contingent خلاص الcontingent projects دي الproject الcontingent ليه متدخلة فيها انواع مشاريع مختلفة mandatory اكباري وoptional اختياري او افتراضي 11 the market where security initially اشد انا دايما بحط فين الماركت في الانشل ده من الانشل اسمه primary يبقى الانشل ده primary بينما pre-owned security يعني كان معايا سندات واعدت بيحها يبقى دي secondary يبقى هي الاجابة بيه يبقى الانشل بيكون primary والpre-owned يعني انا كنت بمتلكها من قبل وعايز اتخلص منه يبقى secondary يا جماعة ان دوتش اوكشن هنا بيكلم على الدوتش اوكشن وده اصلا ده اعتبر رول موجودة عندنا في المحاضرة الدوتش اوكشن ده معناه ايه ان الفيرم specify a range of price in which dwelling to repreciate the shares يعني بتحط المؤسسة مدى معين من من الاسعار للأسهم هي ممكن بعد ما تبيع الأسهم تلمها تاني لما تقدر ايه تلم ديونها اوكي عفوا فده مهم جدا لما ترغب اللي اتلم تاني الأسهم اللي ايه باعتها وتعيد لمها تاني خش بعد كده على بعده ايه ده coupon rate of bond is equal ده سؤال مهم جدا ده سؤال مهم جدا equal to required rate of return الاجابة ايه equal power value يبقى لما يكون coupon rate equal to required return يعني c تساوي r c تساوي r يبقى لازم current value بتاعت البند value equal power value او phase value او phase value يا جماعة اوكي فده خانون مهم جدا 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 اللي بعده ايه هي value of stock لو dividend ب2 والgrowth 5 والreturn 10 على طول بعمل 2 2 هنا لحظة واحدة هي مفروض require return current dividend current dividend ده current D1 ماشي مفروض اوصل return معلش ثانية ثانية 2 time 1.10 على احنا 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 دولار لا هو الاجابة دي يعني هو فيها غلطة لان انا عندي عشان اجيب value of stock احنا 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 D1 مقسوم على rate of return minus growth فهنا مفروض تبقى 2 دولار امريكي مقسوم على 10% minus 5% لحظة المفروض 40 دولار ممكن نصلحها دي بعد اذنكم دي هتبقى 40 دولار يا جماعة جيب 40 دولار مش 42 الاجابة بي بس محتو نصلح دي الاجابة بي اوكي بالاجابة بيقولك accepting positive net present value project shareholder wealth ايه طبعا لما يكون عندي قيمة حالية للمشروع ايجابية يعني انا بكسب يبقى اكيد السروة بتاعت حاملة الاسهم بتزيد لانه positive طب لو negative decrease اوكي نخش على السؤال ده احنا حالين حاجة شبه lithium lake industry preferred stock par value 100 الدividend 6 dollar presently sell 87 per share what do investor require return on this stock وعايز يعرف return بتاع stock كده هو عايز يقول اللي هي الpar value بتاعت قيمتها مفروض تكون هنا عندي 100 والارباح 6 تمام هو عايز يعرف presently sell for 87 هو عايز يعرف دلوقتي required return بتاعها فانا هنا لحظة 6 فبروح عشان احل السؤال ده كل اللي بعمله عشان اجيب required rate of return بروح جاي بالdividend محظة واحدة dividend وقسمها على selling price اوكي يا جماعة واللي يطلع اضربه في 100 فده يدينا يا جماعة 6.00 divide 87 واللي يطلع اضربه في 100 هيديني تقريب 6.8 دولار امريكي يعني تقريب 6.9 8 حاجة اوكي يا جماعة وده سؤال مهم جدا 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 اوكي وبيجي كتير جدا اللي بعد which of the following not be including the project cash flow calculation اسمه sunk cost السن cost اللي انا دلوقتي خلاص عايز اعمل مصنع بسكويت فاجيب فورن اعمل فيه بسكويت فانا كده كده مضطر اجيب الفورن ده فانا كده كده sunk cost ما اقدرش اعوض الكوست ده لازم كده كده اشتري اخش على السؤال اللي بعده البنز السندات وزول الخزانة هي نوحة long term investment ده رول وده موجود في المحاضرات باستخدمه raise large sum of money عشان اقدر اجيب اموال وتمويل للشركة بدل بند اللي بعده ايه هو الفيرم desired optimal mixed debt and equity financing بمول عن طريق مساهمات الشركاء او عن طريق الديون اسمه target capital structure target capital structure ماشي وده سؤال مهم جدا اللي بعده ABC company lost dividend 3.25 unlikely to change required return 12 what's the stock price today كل اللي هعمله هقسم 3.25 على 0.12 كل اللي انا هعمله هجمع عشان اجيب stock price هجيب dividend وقسم على rate of return هجيب 3.25 divide 0.12 او 12% هتديني 27.083 اقرب اجابة دي طبعا اسألة دي مهمة جدا 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 هو ده اللي جاي في الفينال يا جماعة هو ده اللي جاي في الفينال the before tax cost of debt which marginal tax 40% 12% ايه هو after tax عشان اجيب after tax 12% before tax margin طيب هي دي لها طريقة لانه هضرب لحظة واحدة ثانية واحدة 40 ثانية 40 بعمل بعمل يا جماعة كله يركز معايا بعمل ايه عشان اجيب after tax cost ليه رول بروح جايب one minus المار المارجين المارجين tax rate او percent واروح ضربها في الايه في ال before tax percent اكبر بس عشان تحفظوا الرول ده ورول ده مش هيدهولكو على فكرة فانا عشان اجيب ال after tax يبقى هقول one minus 40 percent ضرب ال before tax الى 12 percent يديني يا فاندم كام 7.2 percent سؤال ده مهم جدا 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 نفل هنا bracket خلاص ال after tax one minus المارجين tax time ال before tax سؤال ده مهم جدا 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 لبعض ايه هو اللي بيديني ال actual dollar amount we expect a project to generate in future دائما بيكون هو nominal dollar ده definition اصلا nominal dollar فلازم نكون عارفين برضو definition بتاعه هو actual amount dollar expect project to generate ان المشروع ينتج اموال which of the following is trends of corporation اللي بيديني قوة للمؤسسة limited liability معلهاش الاتزامات كبيرة اتزامات محدودة البعض initial seed money ده موجود في chapter 16 ال initial seed ازاي تمول المشروعة ازاي تمول شركتك انت اكيد هتحتاج شروحات 201 مادة المالية انا معاك ما تقلقش وما تشلش اهم دكتور حسين